ما هي الشفاعة؟ الشفاعة ديغن أرثومتش غالو ديغن أمني؟ هي التوسط إلى الغير في جلب نفع أو دفع ضرط من الماليسي شفاعتن سن بير اوزنو باشقا برودن بير بايدا عالونغا جي بير زيانان توسقى ووشو يزو عالمين أرثومتش نيز ديغن أرثومتش شفاعة يعني هذا الدكتور في الجامع يشفع لهذا الطالب في أن يدخل في الجامع هذا جلب نفع مثلا بالانشا أدام مغادقين في المدانة جميعا ويجب تقول أم تلقا بيير زيانان تحدد على خطت المستقيمات أو أرثومتش أرثومتش غالوك هذا الطالب في الجامعة أرادن يفصلوا من الجامعة وهذا الدكتور شفع فيه حتى لا يفصل هذا دفع ضرط مثلا بالانشا أم تلقا بيير زيانان في المدانة جي جربت ديغن أعجوم تجرب شعلا قالت أن الفوزن هو صباح الأخمس مع الشباة سesاء كانت على الهدافة كان يصحاق مثبتنا فقد قالت لن يقوم بأمر مجدد نعم سبابة صباحة هذا الفوزن هو فوزن أفضل أشبار ابنت الم liberated أثبت لأني الله سبحانه وتعالي لا يشاركه فيه أحد أصبابة الله تعلق فوزن الله تعلقه فوزن يقول الله يقول الله أصل بها أستطيع أن تقول الله لا يمكنه به ولا يمكنه إلا الله مثل الطلب الشفاح من أصحاب القبور مثالي قاور داغلار دان ويليب تردون دين الارغا قايرلوب شفاعت شبول ديب الارغا بيزجو الله تنرد ورطم شبول ديب سرسا الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسي تطلب من الله سبحانه وتعالى من غيري الميقاول بولو ترقان شفاعت بول جالغز الله تعالى اوزنو تصفتاقان وشنطان جالغز الله تنسرائب اسمنا باشقان سرقان بولو بيت ولابد فيها من شروط ثلاثة حتى تكون صحيحة جانب بول شفاعت تورا بولو شوشن سوز سترده اندى 3 شارط بولو شكريك الالأول برينجزي لابد من اذن الله سبحانه وتعالى بالشفاعة برينجزين سوز سترده الله تعالى اوشو شفاعت شفاعت شخلوق الادام ورقصات برش كريك نعم حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ان يبدأ بالشفاعة يوم القيامة حتى يأتي الاذن من الله اللهم يشاعة على الرضا عن الشافع على الرضا عن الشافع يريد شفاعت النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى عرضا عن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا الشرط الثالثة الرضا عن المشفوع إله نعم هذه الشفاعة المثبتة التي تطلب من الله سبحانه وتعالى لا من غيره تنقسم إلى قسمين هذه الشفاعة التي تطلب من الله سبحانه وتعالى لا من غيره تنقسم إلى قسمين بشكل لا قسمين وعامة لكل موحل قسمي نعم نعم نتكلم عن الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وإذن الزر آية سوز قلاوس تقول الشفاعة العظمة في أهل الموقف أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلاق يوم القيامة بيرنشي بو أين ولو شفاعت قد پيغمار سال الله عليه وسلم قيامات günü بارد كمتور عدم دارشو شفاعت قد صوت باشتالش قيامات صوت باشتالس نعم الشفاعة في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب يكينشي پيغمار سالسلسل أنه أبو طالب شفاعت قد أنه أزاو جنگل داتلس الشفاعة في فتحة أبو أبل جنة لأن أبو أبل جنة تكون مغلقة وتحتاج إلى شفاعة والله سبحانه وتعالى أعطى هذه الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة به الثانية الشفاعة العامة لكل موحد الثاني الشفاعة في من دخل النار من الموحدين لا أعطى هذه الشفاعة في من دخل النار من الموحدين في النهاي only هو المسلم مكتبه للمسلم الغامنة كان هذا مجرد و لو أنه يكون مصراناً لكنه ينال المسلم مكتبه للمسلم ورأسه نعيد من أخير ستكون صعبة الشفاعة هي التوسط إلى الغائر في جالبين أفع ودفعه بربي للمسلم فقد أنه إذا أنه يشارك بشكل مع فرق بلا هو اخير منهم دي هنالك بل زمله لنفسه موسبطة اللّه سبحانه وتعالى فهن ابقنا Gold ماذا تتلب من الله سبحانه وتعالى بشروط ثلاثة تسطيق تلغان شباة التوري برينزي بولمي اللاحتان سورالت جاناناً يتشارت لار الاذن بالشفاعة اللاحتالان ورخصة لاشكرك شباة بولغنغو والرضا عن الشافع جانا وشول شباة قلوات قندان اللاحتالان راز لاشكرك والرضا عن مشفوعنا جانا اله جيمي تسن شباة قلسا اللاحتالان راز لاشكرك تان قاسم هذي الشفاعة المثبتة الى قسمين خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعامل كل موحد تسطيق تلغان شباة بولدها أقي قسله لاجتشاه فش المفكين ! الشفاعة العظم شباة والشفاعة في فتح بو أبل جنة والشفاعة في عمي أب طالب Sh��ف عنه الأعظام أغاس أبو طالب 3 شباة العام التي لكل موحد ثلاثة أقسام أيضا الشفاعة في رفع الدرجات والشفاعة في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها والشفاعة في من استحق دخول النار ألا يدخلها من الموحدين ثلاثة ثلاثة في رفع الدرجات يمكن أن يدخل النار في رفع الدرجات